انا اخر سنة اللي كنت فيها في الاجنسي كنت عملت حاجة ريليتد للدروب شابينج بيزنس كده كان اي مية برد طالح حاجة اسمها دروب شابينج الناس ما كانتش لسا تسمع عنها ممكن تقول لنا شوية عالدروب شابينج ان في ناس كتير تسألنا عالدروب شابينج دروب شابينج في العموم ان انت ما تبقاش بتملك المنتج المنتج موجود من عند الديستريبيوتر او مصنع موجود وانت راجل شاطر كماركتنج بتقدر ان انت تعمل سويا الستوري بتاعك او لاندينج بيتش بتتفق مع الشخص الاولاني انت تاخد المنتج وتعلن عليه فانت بتدفع بودجت الماركتنج بتاعتك والسيلز او الوردرز تيجي بتبلغ بيها السيلر بيشحمها على طول للكلاينت بالسعر اللي انت بتبابلش عليه في الكامبينز وبالتالي لو النهاردة سعر المنتج ده اكس انت النهاردة بتعلن ان المنتج ده 8 و 2 اكس بتصرف نص اكس ماركتنج فلو المنتج النهاردة هو طلب ووصله نص اكس ده اللي هو المكسب بتاعك طبعا له جانب ديني بس لان الموضوع ده الصورة الخارجية بتاعته ده مش ملوش قاعدة انية بتاعتهم السليم حرام لان انت في الاول وفي الاخر المنتجات ديت انت لا تملك وبيع ما لا تملك له رواية تانية ولو شكل تاني عشان كده كنت انا بقى بلعبها بشكل تاني بهولد اه عدد قطع معينة عند السيلر بشكل معين بدفع اه حاجة زي عربون ما كنتش بدفع التمان كانش عندي حتى الفلوس اللي اتخليني ادفع العربون بدفع مبلغ في البداية عشان اهولد ده فالسلعة كده بقيت املكها بحكم الاتفاق اللي ما بيني وما بينه وابدأ اعمل له ماركتنج وابدأ اه ابيع ده في سنة كم تاريون؟ الكلام ده كان في الفين واخر الفين وخمستاشر ده عز التروبشبينج عز التروبشبينج بره عز التروبشبينج بره 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 انا بس كدش هتعرف بس بره الفين وخمستاشر انا اهلي ما كانوش حتى في اللقطة دي فاهمين انا بعمل ايه اه يعني هو بابايا ومامتي برضو في الاول في الاخر على حد علمهم هم مش فاهمين او بعمل ايه حتى لو انا ببيع حاجة هم مش شايفين صندوق داخل البيت ولا طالع من البيت انت ببيع ايه اه بالزبط وفي اخر احنا البزنس ده قعد معي 11 شهر بالزبط اعملت اجزت في الشهر اللي 11 اه كان ريليتد لله كانت بديه ايه بقى اه بقى بشكل او باخر كانت حاجات ريليتد للشوزات البرندات نايتي وقديدوس بتتعمل حاجة زي بامبل الجزمة ويتبقى بشكل تاني فتاخد هي بقيت قيمة البرند زي قيمة الارت اللي موجودة عليها وايه وايه وتبدأ تدفع عليها ايه كم بيعملوا ديزاينز عليها وكبزات النايكي الير فورسز الناس تعرف الير فورسز اي حاجة بقى بيضة بيترسم عليها ايه 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 او وفي ناس كانت بتعمل حاجات كاستمايد اسمها مش عارف ايه في ناس بتحب لعيبة باسكت في امريكا فعايزة تكتب اسمها لأ وقتها ده كان بشكل معين ايه في ويب سايت بره متخصصة انها بتبيع المشاريع دي فقررت في يوم كده ان انا اخد الويب سايت بتاعي احطه تحط شوية معلومات بقى related recurring revenue بتاعك اللي بيجي كل شهر وكل كورتر وكل سنة شكل الترافك بتاعك شكله عاملينزاي شكل السيرفرات والجزء التكنيك اللي بيكلفك قد ايه بتحط كده شوية ارقام فيديك valuation معين او تقييم مادي معين لده وكانت تقييم المادي ساعتها اول ما حطيت الويب سايت 900 الف دولار كان ايما الدولار بتماعيني